السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلى على محمد وآل محمد أخواني الأعزاء عندي تنويه أغلب القصص اللي نتكلمها هي قصص حقيقية للأسف الشديد خاصة قصص اللي تروي عن بعض أمور المحارم بعض أمور التحرش بالعائلة بغيرها يعني هذه الأمور أغلبها أغلبها واقعية والقص المعدها أنه الحذر الحذر احنا في زمانا سابقا ما كنا نعرف هاي التسميات هذه ما زنا المحارم وما عرف شنو هذه أصلا حتى حش الحضور السلسري ما يفكر بيها ما ممكن لكن ما عرف بهذه الفترة الأخيرة هل هي هجمة على الأخلاق هل هي هجمة على الدين الإسلامي ليش ما عرف بدأت تصير هذه الأمور المؤسفة للأسف الشديد اسمعوا هذه القصة الجديدة اللي ترويها فتاة عن لسانها طبعا ترويها باسم مستعار لكن كقصة حقيقية عائلة مكونة من الأم والأب وأبناء اثنين وبنت واحدة الأب يعمل صاحب سوبر ماركت 24 ساعة بالسوبر ماركت الأم معلمة الأبناء الأولاد اثنين محمد وأحمد محمد مرحلة أولى جامعة أما الأصغر من عنده أحمد هذا بالمتوسطة البنت اسمها تمارة البنت كانت في حينها في الصف الثالث المتوسط لكن هذه صحيح هي بعدها بالعمر تعتبر صغيرة لكن تمتلك فتجسم خشن وظاهر عليها معالم الإنوثة معالم النسوية من كل الأمور تمارة الله سبحانه وتعالى رازقها بجمال أخاذ جمال جدا قوي وأحيانا هي تقول الجمال أحيانا يكون نعمة وأحيانا يكون نقمة لأنه كل ما تطلع للشارع ممكن تسمع كلمات من الشباب من الرجال حتى من أقاربها أحيانا تسمع كلام ما بين الغزل ما بين التحرش من الأمور هذه فكانت هي ما تحب هذا الكلام أبوها التمارة كان يعاني من مرض في القلب أغلب الأحيان كثير الأمور صارت عندهم في ساعة متأخرة من الليل فجأة يشعر أبوها بيضيق في النفس بيضيق في صدره أجمق البيئة تحدث عنده أحيانا بالبيئة يطون حبة تحت اللسان ويتحسن أحيانا لا ما يتحسن ألا يأخذونها إلى المستشفى في وقت متأخرة من الليل ويدخل إلى غرفة الانعاش ومن بعد 와 من بعد ساعة لم يتحسن ساعة ساعة سيئن بعد علاجة بعالات طارئة يتحسن ويخرج إلى البيئة من بعد أحد الأيام في ساعة متأخرة من الليل أمها التمارة نادت عليها وصحتها من النوم وقالت لها اركضي على أخوك محمد خلي ينهض ويجي ياخذ أبوه للمستشفى لأنه عنده أزمة قلبية طبعا هم كل واحد من عندهم الأبناء عنده غرفة خاصة بي تمارة راحت تركض تريد الصحي أخوها تدري هي سابقا تدري أخوها مني نام يقفر الباب بالمفتاح عليها ولكن لأنه كانت مسرعة أو كانت بدون تفكير تركض عليها فتحت الباب بشكل مباشر وبدون ما تطرق الباب أو تتأكد منه مقفر أو لا فتحت الباب وإذا الصدمة تشوف أخوها محمد خالع كل ملابسه وفاتح موبايل يتفرج يشوف مقطع من المقاطع المتمام مزينة و داي مارس الاستمناء انصدمت من شافت هذا الشيء قدامها مباشرة تراجعت و أغلقت الباب لكن مصدومة ما شافه هيتش منظر يعني لحظات أخوها لبس ملابسة وطلع يركض محمد قالها شك وش بيت دخلت عليها بشكل مفاجئ بتعرفين طرقين الباب قالت لأبوك متخربط ومريض و أزمة قلبية عنده خلنا أخذه للمستشفى وفعلا محمد ركض أخذ أبوه المستشفى طبعا و أمه ويا بالمستشفى أجروا اللازم ورجعوا من بعد ساعتين تقريبا كان أبوهم متحسن لكن محمد بعد ما رجع كانت أختهم أخته تماره بانتظارهم ما تقدر تنام أولا لأنه تنتظر خبر من أبوها تشوف أبوها شون حالته الصحية اثنيا والأهم من عنده شاغل بالها الصدمة والمنظر اللي شافته من أخوها محمد أخوها محمد سحبها على جهة بوحدهم قال لها أنت مو شفتيني قالت لها شنو شفتك ما شفت أي شي قال لها شفتي أنت فتحت الباب وشفتيني بدأي لح عليها آخر شي قالت لها يا أخي واذا شفتك قال لها لها ممنوع تتكلمين الأمي أو الأبوي بهذا الموضوع نهائيا وإذا تكلمت بهذا الموضوع دي رباليش فرأ أعمل غير عملويات طبعا هي تخاف من عنده محمد جسم طوله بعرض يلعب برياضة صاحب عضلات أو سابقا تحدث نوبات بالعائلة يضربها يضربها يأذيها فتخاف من عنده قالت لها لا والله ما أحد شي ما أتكلم تركها باليوم الثاني أيضا شافها قالها تمارا مو تتكلمين الأمي أو الأبوي قالت لها والله ما أتكلم اترك الموضوع وكأنما أنا ما شايفة شي لكن من بعد يومين أيضا عاد الموضوع عليها ويقول للهدير بغاليش تتكلمين ويحذرها تحذير شديد قالت لها ما أتكلم بس اترك الموضوع وم بعدها أيام الصباح يعني نهارا كانت أمها تمارا بالمدرسة وأبوها بالسوبر ماركت وأخوها الصغير أحمد كان في مدرسته أما تمارا كانت بالبيت لأنه دوامها مسائي ظهري وأخوها بذاك اليوم محمد ما راح للكلية هي بدت تفكر ليش محمد ما راح للكلية هل هو يعني يعرف لأنه ماكو أحد بالبيت أندفت شي مثلا خايفة ليضربها جالسة بغرفتها وحدها وقافل الباب عليها بالمفتاح وإذا تنطرق الباب عليها جاوبة منه قال لأنا أخوة شمحمد افتح الباب قالت لأ محمد من خلف الباب قل لي شو تريد هي خايفة اللي يضربها قال لها افتح الباب ترى أكسرها اتكلم أنت ما أعرف شنو محمد مباشرة ضرب الباب برجلة وكسر القفل مع الباب ودخل عليها ارتعبت قامت ترتجف مباشرة فات عليها هي متسمرة مكانها واقفة تتصور أنه راح يضربها اجا مباشرة عليها ومسكها من جلابيبها من دجداشتها ومزق الدجداشة تماري كانت ما لابسة أي شيء تحت الدجداشة مالتها حتى ملابس داخلية ما لابسة وإذا كل تفاصيل جسمها يبين قدامها التسويت بدأت تريد تستر نفسها وإذا أخوها محمد يدفعها إلى السرير مالها ومباشرة ينام فوقها حاولت تدفعها حاولت تتخلص نفسها بس ما تمكنت وهو بهذه الوضعية خلع ملابسة وللأسف الشديد صار المحظور زينة بيها أختها تتوسل بي تريد من عندها أبد لا تتكلمين وضع إيدها على فمها بشكل قوي إلى أن نكمل من عندها نهض قالها باعي تماري أي كلام تتكلمينه أنا راح أقول للأمي أو لأبوي أقولهم أنا جيت بشكل مفاجئ وليجيت تماري جايب الشخص تعرفه هي للبيت دي ربانيش تتكلمين حذرها تحذير شديد بقت هنا تماري خايفة مرعوبة تباوى على نفسها طبعا خرجوا من الغرفة تباوى على نفسها وإذا الدماء سيل من عندها بدت تمسح الدماء دخلت إلى الحمام اختسلت تفكر مع نفسها شراح تقول هلو قالت الأمها أمها راح تصدقها لو راح تصدق محمد أخوه متشبير فيما إذا كذب هذه الكذبة عليهم هل تصر أبوها ما تقدر ما ممكن المن تصر بمن تستنجد شو تقول تقول أخوها محمد فعل هاي الفعلة بيها صعبة ما تقدر وممكن إذا انكشفت أنه يعني صدق أخوها بأنه جايب شخص آخر للبيت وراح يصير ممكن احتمال فحص وبالفحص راح يبين بأنه يفاقد عذريتها ممكن راح تنقتل احتارت آخر شي قالت ألزم الصمت وأسكت حاليا لكن من بعد ثلاثة يام وإذا أخوها محمد أيضا يستغل فرصة عدم موجود أحد بالبيت أو أيضا يدخل عليها لغرفته ويمارس نفس الفعل وياها وظلت على هذه الحالة تمارة تقريبا ست شهر كل شهر على الأقل ثلاث مرات أو أربع مرات هو يمارس وياها ومحتار تمارة قصة قصتها هذه تحاول تعرف جواب أو نصيحة المشاهدين طبعا ما أنطت اسمها الحقيقي اسم وهمي تريد شي يعني شي ينصحوها المشاهدين أنا برأي الشخصي لهذه الفتاة أنه كان المفروض هي من أول يوم تسر أمها وتتكلم ويا أمها ومهما تكون النتائج أحسن ما يظل عيد عليها هذا الأمور ويمضي عليها تقريبا ست شهر وهي ساكتب هذا كل ما في القصة للأسف الشديد أنا أتكلم عن هذه القصة وقلبي اعتصر من الألم لما وصلنا إلى من تفسخ خلقي وانحطاط أخلاقي لهذه العوائل للأسف الشديد هاي نهاية القصة وأستوجعكم الله الذي لا تضي عنده الوداع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله